السلام عليكم الداري تحليل للمباراة في بارتلونة والت في الدوري اسباني عبد السامات زلزولي كيتقلق وكيقدم مباراة كبيرة صنعوا واحد القورة لعالمي القافي سنعطي لكم اللقطات بداوه بالتشكيلة قزافي بعد اخر عادل اللي كان مخيب في اخر الدقيق ندخل بالتشكيلة دي تقريبا كل ما تشوف واحد تزوج لاعبين وثلاثة كيبدلهم وهي شي طبيعي نظرا الاداء اللي كيقدموه بحيط تخلب ترشتاق نكمل عادة اساسي لانجلي قارسيب ديفا اراوخو البا بوسكت وصل ميدان وديونغ وقافي والهجوم دينبلي عبدي اول عبد السامات زلزولي جوتلا اللاعبين شبان قدموا اداء الخرافي الصوت الاول بعده راه الفراج اللي شفتها ما كيناش قافي وعبد السامات وجولتا قدموا اداء عالمي دينبلي ديما كيحاول يراوغ واختارق دفاعات يلشي على مو تسوى الجيل يومنا العب فيها بحيط تدريب لهم عطاك ورات وراء دار المدافعين ديما كانت تستغل جوتلا وكيارب عليهم لكنه كانت تسقل بزاف ولكن على مو تسوى اول مباراة لك وتزيل هدف راشية حاجة كبيرة واحد القوة واحد ثقة بشيط يقدم مباراة كبيرة عبد السامات تكمل عادة المراوغات لكن هاد المرة كانك يراوغ وكيشد القياس بحيط كعطاه كورات والتي اللي بغيت منه يحاولي عرف وقت المراوغة ووقت تمير بحيط شفناه في عديد المرات كياروغ كي مبغى لكنه كيبلي قافي او البوسكيت في الوسط كعطاهم كورات وكان عطاه واحد الكورة العالمية معانها يتسوت الاول كي مكتوب في اللقطات القافي لما استغلت وضربت المودة في عيد الالتي وقافي ايضا اللي جيندوا عليه هاد اللاعب صراحة عند الله سفا تسر عام وكيشد يبحل عنده خمسة وعسرين عام ولو ساعة وعشرين عام من ناحية الادة على موسة والتفاهم على موسة وكيقلب على كورة كيراوغ كيسدد كيبروسي كاتتي مرة عالمية يعني كيدر كل شي ومايسترو ومقدر نقول بقنا كزافي جديد هاد اللاعب وشوت الاول تقريبا كانوا شبان هم النجوم ديالو عبد الصاماد شوت تاني كما شفنا نزل الادة ببارسلونا معارف شوش تلعية او لا لاعبين صافي دارهم في كوروشو ما كما نقولو لكن التي صدماتهم في قلم جدا قسيج له هدفين وجابوه تعادل لكن تغير ذا القزافي ناجح مية في المياه لوانيكو ندخل وعطاهم هدف فوز وبالتالي خاص قزافي عالج بعض المشاكل على موسة سوا تلقي الاهدف بحيط كل ما تقريبا كتلقى هدف او هدفين وهدي ممزيانش بالنسبة للاعب البارسة ديما كتمنو كل خير اللاعب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة